انتخابات مجالس المحافظات تعود مرة أخرى لتفتح باباً آخر من أبواب الفسد يسبقه باب الاغتيالات بسبب السباق المحموم للسيطرة على المناصب والمكاسب فقد كشفت تقارير الصحفية عن مخاوف من حدوث عمليات اغتيال لمرشحين محتملين بانتخابات مجالس المحافظات مشيرة إلى أن الانتخابات السابقة شهدت اغتيال ما لا يقل عن خمسة عشر مرشحاً يتنفس نحو سبعين حزباً وتحالفاً سياسياً وأكثر من ستة ألاف مرشح على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في العراق خلال شهر كانون الأول القادم وذلك بعد قرابة ثلاثة عشر عاماً من الانتخابات المحلية التي أجريت في البلاد ليتم حلها نتيجة فشل تلك المجالس في توفير الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية للمواطن العراقي فضلاً عن تورطها في العديد من أوجه الفساد المالي والإداري فيما أكد نواب أن القوى السياسية والميليشيات الموالية لإيران تريد الهيمنة على مجالس المحافظات لذلك تدفع باتجاه الاغتيالات والتسقيط السياسي والتهديد وغيرها من جانب آخر فإن أصحاب القرار من الكتل السياسية المتنفذة تمارس عمليات خداع للمواطنين واستغلال أوضاعهم الإنسانية من أجل كسب الأصوات الانتخابية للاستحواذ على السلطة بأي طريقة بينما أقر نواب باستغلال المحافظين لملف التعيينات ومشاريع توزيع الأراضي لأغراض الترويج الانتخابي فضلاً عن استغلال المناصب الحكومية والنفوذ وموارد الدولة في الدعاية الانتخابية مصادر مطلعة قدرت ما تستهلكه تلك المجالس سنوياً بأكثر من 200 مليار دينار عراقي كمرتبات شهرية ونفقات حماية وغيرها إضافة لشمول أعضاء المجالس برواتبة قاعدية فضلاً عن إقرار المشاريع الوهمية مجالس المحافظات ما هي إلا حلقة زائدة تثقل كاهل الموازنة العامة بالرواتب والامتيازات والسيارات والبنايات وتمكين لسلطة الميليشيات ونفوذها بشكل أكبر وتؤدي إلى خلق مصدر جديد من مصادر تمويل الأحزاب الفاسدة وميليشياتها وتصرف لأجلها الأموال الطائلة ويروج الفاسدون لأنفسهم دون خجل من تاريخهم الحافل بالفشل ويحتد الصراع والسباق فإذا انتهى عرض المسرحية اجتمعت الأحزاب والميليشيات المولية لإيران لتعلن عن الفائز في الانتخابات وهذا ما يؤكده تصريح ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نور المالك حين وعلن فوزه قبل الانتخابات بشهر ترجمة نانسي قنقر